سلام عليكم ايه زيكم? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد. اه النهاردة معانا فيديو حلو جدا وافتكاسة جديدة وان شاء الله تعجبكم جدا. اه حبيت ان احنا نعمل مع بعض النهاردة فكرة جديدة وهي سويس رول الجريل. النهاردة هنعمله بفكرة حلوة قوي وبطريقة سهلة وبسيطة وزي ما انتو شايفين يعني النتيجة النهائية روعة. اه ان شاء الله الفيديو هيجبكم وهيلفت نظر ولادكو جدا وهيحبوا الطريقة وهيحبوا الشكل كمان. يلا نبدأ ونقول بسم الله ونقول مقادير بتاعتنا عبارة عن ايه? معايا كده اول حاجة زي ما انتو شايفين اربع بضغط بدرجة حرارة الغرفة. معايا كمان ست معالق من السكر والسكر طبعا حسب الرغبة ومعايا اربعة كياس فانيليا ومعايا ست معالق من الدقيق ومعلقتين كبار طبعا من النشاي. ست معالق هيكونوا كبار السكر والدقيق بالمعلقة اللي هي الكبيرة العادية جدا وتكون مليانة. هبتدي كده اول حاجة هننزل بالبيض في قلب البولة بتاعتنا وعليهم الفانيليا. طبعا لو عندك فانيليا من ستايلة اا ما فيش مشكلة استخدميها. اا بتكون ريحتها اقوى كمان من الاكياس. هبتدي بقى اعمل ايه? طبعا ما عندناش بيكنج بودر في المقادير خالص يا جماعة. اا هنبتدي ان احنا نضرب البيض بتاعنا كويس جدا. البيض الصفار بالبيض بكل حاجة زي ما انتو شايفين. وبعد ما هيبتدي يعمل يعني فوم كده ويعلى. هبتدي ان انا اضيف السكر شوية شوية. اا طبعا مع استمرار اا الضرب. هيبتدي كده الخليط بتاع البيض بتاعك يتقل. ويعلى ويعمل فوم كده هو. ولونه يفتح ويبقى ياخد اللون الابيض. هو ده بالزبط القوامل اللي انا عايزاه قوام تقيل. وفي نفس الوقت كمان البيض هاش كده جدا. هبتدي ان انا اضيف للسيت معالق دي ومعلقتين من النشا كبور رشة من الملح. وهبتدي ان انا انخلهم ااا على الخليط السايل اللي احنا جاهزنا مع بعض وهبتدي بقى ان انا اعمل كده بالزبتيولة قطعهم كده مع التقليب المستمر. وطبعا من غير ما ااا اضربهم جامد علشان خاطر الفوم آآ او الهوى اللي جوه العجينة بتاعتي ما يطلعش آآ طبعا الهوى لو طلع منها هيبتدي ان هي اطبوز معاكي آآ لان احنا مش مستخدمين آآ مادة رفعة اللي هي البيكنج بودر آآ هبتدي دلوقتي ان انا اجيب آآ الجريلة بتاعتي وهدهنها كده شوية من الزيت بالشكل انتو شايفين وده طبعا الجناب لان هي بتعلق علشان ما تلزقش منك لازم الجناب والارضية طبعا آآ افضل حاجة دلوقتي ان انت تقسمي الخليط على آآ على طبقين مثلا علشان يكونوا متستويين بالزبط آآ مش عايزة تعملي كده واثقة في اللي انت هتعرفي تقدر المقدار مزبوط يعني تمام وهبتدي ان انا اغطي الوش بتاعها بعد ما حطت المقدار بتاعي وزعه كويس بورق من اللي هو آآ الفويل وهبتدي ارفحها على النار طبعا تكون نار هدية جدا جدا آآ كأنك بتعملي رز بالزبط آآ بتسوي رز وعليها الشياطة وهبتدي ان انا احط عليها كده الجريلة واسبها تقريبا من خمس لعشر دقايق هتلاقي الآآ زي ما انت شايفين الكيكا بتاعتك زبطت والسويس رول آآ تزبط جدا لأنا عملته النهاردة في الجريل علشان ما عملوش في الطاصة لان الطاصة بتبقى مدورة وهبتدي ان انا اسقص من الجناب الجريلة اسهل بكتير جدا آآ في ان هو بياخد الشكل المستطيل وفي نفس الوقت مش هنحتاج فرن يعني بمجرد كده ما تكون استوت واختبرناها لقيناها مستوية وتمام جدا هبتدي ان انا ألفها في ولقة زبدة على مقاسها كده بالشكل اللي انت شايفينه ده وألفها كويس قوي زي البنبوناية كده وهبتدي ان انا اسيبها احطها فوطة واسيبها على جنب لما نعمل الكمية التانية طبعا هنسيبها ملفوفة آآ بلافة دي اللفة المدورة دي اللي استوانية دي لغاية لما تبرد تماما مش هنيجي جنبها طول ما هي سخنة عشان ما تتكسرش طبعا انا قلتلكوا تقسموا الخليط في طبق الليل لان طلع عندي واحد آآ شوية مزبوط والتاني آآ واحد مزبوطة قصود والتاني شوية رفيع السمك بتاع السويس رول رفيع يعني آآ عشان كده بقول لكم ازبوتوها احسن بان انتو تعملوها آآ الاول آآ تعيروها فطبقين اختبرناها طبعا وطلعت مستوية وتمام جدا اهو زي ما انتم شايفين طبعا الوش بيبقى باين عليه ان هي استاوت او لأ بنختبرها اهو بخلة الخلة بتطلع نظيفة وتمام هبتزي كده برضو ان انا انزلها على ورقة زبدة برضو نفس الكلام وقالفها ده كده الرول اللي طلع رفيع شوية وطبعا هنلفها ففوت مطبخ وانسبها لما تبرد تماما في الوقت ده وهي بتبرد بقى هنبتزي ان احنا نحضر الكريم شانتي بتاعنا معايا كده كوباية من الكريم شانتي الخام آآ ومعايا كمان كوباية من المية المتلجة آآ مسلجة مش مية سقعة مية متلجة تلج وكمان معايا سكر هبتزي ان انا اضيف اربع معلق سكر كبار طبعا تقدري تحطي السكر اللي انت تحبيه دي طبعا حاجة شخصية ترجعلك طبعا انا مش استخدم كل الكمية انت ممكن تعملي نص آآ كمية الكريم شانتيه هتكفي جدا على فكرة انا فاض معايا اكتر من نص الكمية كمان هبتزي كده ان انا اضربهم كده بعد ما ضيفنا المية المتلجة طبعا احلى حاجة واحلى طعم الكريم شانتيه هو بالمية مش باللبن ده مبدئيا يعني لكن باللبن كده بتحسيه طعمه وكارف حاجة غريبة مش مش طبيعي افضل طعم الكريم شانتيه هو يتضرب بمية خلاص كده اتضرب وتقل وبقى تمام التمام هنبتزي نرجع بقى للسويس رول آآ خلاص كده هو برد هنبتزي ان احنا نفكه على مهلك طبعا وانتي بتفكيه علشان ما يتكسرش منك وهبتزي ان انا زي ما انت شايفين كده اضيف كده من النص طبقة من الكريم شانتيه وافردها كاملة على السويس رول بتاعي طبعا اسهل من كده واحلى من كده مفيش يعني وهبتزي ان انا الفه تاني وهلفه كده في الورقة وهدخله بس الفريزر عشر دقايق بالضبط لغاية ما السويس رول يمسك نفسه بس واعمل اتانية بصوا التانية على انها كانت رفيعة شوية زي ما انتم شايفين الجنب بتاعتها شققت شوية بس برضو آآ في النص هي طرية بس الجنب دوت لانه كان واخد كمية قليلة جدا من من الكيك يعني فاتكسر مني شوية بس كل ده بيتدارع بعد كده عادي خالص اهو زي ما انتم شايفين كده هبتزي برضو الفه وادخله الفريزر عشر دقايق بس مفيش اكتر من كده ان هو بس يمسك نفسه علشان اغلفه وقطعه آآ يبقى مسك نفسه هبتزي ان انا اضغط كده على سويس رول جوه علشان خاطر ما يعمل ليش فراغات من جوه تشدي كده الورقة الزبدة من تحته وتضغطي الجوه هيبتزي ان هو يدبرم معاك كويس جدا بعد ما دخلتوا الفريزر على ارضية الفريزر عشر دقايق هبتزي بقى ان انا آآ اغلف بالشكل اللي انتم شايفينه ده عايز اقول لكم الطريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا 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 هتنفعك جدا في المدارس لولادك لو عايز تعملهم كيك سريع ما ياخدش وقت يعني الموضوع كله ولا مكلف آآ ولا كمان بياخد وقت ولا مجهود اهو طبعا بتتغلف باي ورقة باي مقالم عندك ومعايا كده الورقة اللي هي الشفافة اللي هي بتاعت العارفين انتو الاجلسي اللي هو بتاع الزمان بتاع الولاد لهم حفزة الورق والمستندات والحاجات دي اه دي بقى سمها نصين وباخد نص منها كده لما بكون هعمل سويس رول ببتدي ان انا ازبطها من الوش ومن الجنب بتبقى اسهل من المعلقة كتير وبعدين هجيب الفرماسيل اللي هي طويلة شوية كده وهبتدي ان انا اغلف بيها الوش بتاع سويس رول وهو ده التغليف البسيط جدا اللي انا هعمله سويس رول سهل وسريع جدا انا هعمله كده المقاس بتاعه تلات صوابع لو حابة تعملي اقل علشان تزودي العدد مفيش مشكلة هسبت كده من الجنب كده بشوكة علشان خاطر بس ايه اعرف اكون متحكمة وايدي ما تدخلش كده في السويس رولو من جوة وتبوزو طبعا الواحدة عملت معي اربع قطع كل واحدة فيهم عملت معي اربع قطع غير الجنبين اللي تشالوا الجنبين من الاطراف تشالوا واتبقى معي في النص اربع قطع كبار حلوين كل واحدة مقاسها تلات صوابع اه ويمكن اكبر شوية في قطع طلعت معي اكبر شوية كمان من تلات صوابع زي ما تشايفين كده اه طريقة ناجحة جدا وسهلة وبسيطة وان شاء الله وكمان مش مكلفة وان شاء الله تعجبك وتعجبه لكو جدا زي ما تشايفين طبعا شكله بيتكلم عن نفسه ومش محتاج ان انا تكلم عليه خالص بصوا بقى بصوا الجمال ان شاء الله هتجربوه هيعجبكو جدا 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 عايز اقول لكم ان الكيك هاش وطري قوي 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 يمكن احسن كمان من اللي بيتعمل في الفرن لو عجبكو الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة تقول لي ايه رأيكم في السويس رول بتاعنا النهاردة وطبعا لازم اخر حاجة ندقها ندقه مع بعض قبل ما نختم الفيديو بتاعنا عايز اقول لكم طعمه رهيب رهيب يا جماعة اتمنى بجد ان انتوا تجربوه اه هيعجبكو جدا وهيعجبكو لولادكو اه واخر حاجة ولهلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته